رحب عضو المجلس الرئاسي المقاطع عمر الأسود بتصويت مجلس النواب على عدم منح ثقة لحكومة الوفاق غير الدستورية ودعوة مجلس النواب لهو للقطراني للعودة لحضور جلسات الرئاسي والمشاركة في تشكيل الحكومة القادمة داعينا المجلس الرئاسي إلى تلاف الأخطاء التي واقعت أثناء تشكيل الحكومتين السابقتين والتي قال إنها تمت بناء على مصالح شخصية وجهوية وفي تصريح صحفي قال الأسود أعتقد أن المجلس الرئاسي الآن مطالب قبل أي وقت مضى بالقيام بتشكيل حكومة جديدة وفق تلك الأسس والنقاط التي أشير إليها في الجلسة وطالب الأسود بضرورة أن يكون اختيار الأشخاص الذين يتم ترشيحهم لتولي وظائف سيادية وفق المعايير المحددة من قبل مجلس النواب خصوصا في هذا الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد وأعرب الأسود عن قلقه من وضع البلاد الراهن قائلا ليبيا تغرق بما فيها وما عليها والعبد للوزراء الذين سيعملون في سبيل إيقاظها أن يكونوا استثنائيون بكل معنى الكلمة وطالب الرئاسي بضرورة التخلي عن الطريق التي شكلت بها الحكومتين السابقتين لضمان عدم العودة إلى المربع الأول حذرا من نفاذ الفرص بالنسبة للجميع كما أكد على ضرورة الحذر في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد وكشف الأسود بأنه لم يتلقى اي اتصال من المجلس الرئاسي لتحديد مكان نعقاد الجلسات التي ستجرى بخصوص تشكيل الحكومة مؤكدا أنه سوف يكون مستعدا للذهب إلى المكان وإلى البلد الذي ستجرى فيه هذه المشاورات سواء داخل ليبيا أو خارجها وبخصوص موقف النائب المقاطع لقطراني قال الأسود أن القطراني وبعد تصويت مجلس النواب في الثاني والعشرين من هذا الشهر بشأن قرار مجلس النواب وطلب العودة قال الأسود إذا كان المجلس الرئاسي سوف يعمل بروح الجماعة بعيدا عن السياق السابق لا أعتقد أن القطراني لديه مانع بالعودة من جهة أخرى قال عضو لجنة الحوار بالقسم إغزيت أن تشكيل حكومة لا يشارك فيها القطراني أو الأسود أمر غير مقبول إغزيت أكد في تصريحات صحفية أن الديمقراطية هي التوافق وليس ديمقراطية الأغلبية وأضاف أن المعايير التي طلبها مجلس النواب لا خلاف عليها إذ أردنا مجلس يمثل كل ليبيين فيجب أن يتمتع بالتوازن الجغرافي وطلب أغزيت بضرورة النظر لملف الجيش بحذر أو تأجيل النظر فيه حتى تنطلق الحكومة إلى الأمامة معتبرا أن منصب وزير الدفاع وقيادة الجيش هو ما أدخل الشقاق داخل المجلس الرئاسي لقناة ليبي الحدث